موسيقى ومن بعد فشه تشجل تدوز عند تقام طبي تشوف معه اشنه هما الامراض اللي عنده واش عنده شي حساسية متان الشي ادوية ولا اطعيمه ولا اذاك تشوف كل شي اشي ومن بعد تدوز تدير اللقاح وتي تسنى واحد خمستاش دقيقة في قاعة الانتظار تحت المراقبة دي التقام الطبي واش مكينش شي مشكل ومن بعد يتقال ليه الى كان شي حاجة يعلم اما كما شرط لها في السؤال دي الكلول اما برسالة نصصية اما يدخل الموقع دي الايقظة واما يشوف الطبيب المعالج المركز الصحي ولا الطبيب الخاص ولا الصيدالي اذا كين واحد تتبع مدقق هادشي ما يمكنش واحد يشكك فيه برسكو هو اللي كين على ارض اللي نوضعك في الصورة انه في اللجنة العلمية والتقنية للقاح ضد كوفيد وزارة الصحة طلبات من اللجنة انها تقول لها شنو هما المرشحين ديال هاد اللقاحات اللي كينين هذا فاللجنة اعطات الطوء الاخضر الجوج ديال اللقاحات اللي هما اللقاح ديال جونسون اللي تدوز جرعة واحدة واللي تعطات له الترخيص الاستعجالي واللي النجاعة ديالو تنين وسبعين في المئة اللي فجدروا تجارب في امريكا وربعة وستين في المئة في جنوب غي فريقيا لحقاش كين ناكلو فاريو انجلي وأنه تهوى من ناحية اللوجيستيكية مهم بارسكو تتم تخزين ديالو ما بين جوج ديال الدرجات وتمنية ديال الدرجات بالنسبة اللقاح الروسي وهو سبوتنيك وهذه اللقاحات بجوج لا سبوتنيك ولا ولا جونسون فمصوبين بنفس الطريقة اللي مصوبة بها ديال استرازينيكا ستين فيكتور نون ريبليكاتيف هاد هاد اللقاح ديال سبوتنيك تهوى لقاح ناجع والتجارب الاخيرة اعطات ناجعة ديالو ديال 92 في المئة انه تدار بجوج ديال الجرعات جرع اللولة وثلاثة ديال الاسابيع الجرعات التانية وتعطاه الترخيص في 44 دولة ترخيص استعجالي وتتم ايضا تخزين ديالو ما بين جوج وتمنية ديال الدرجات احنا في المغرب ديالنا الى المختبر ديال استرازينيكا والمختبر ديال سينوفارن اوفوا بالوعود ديالهم اللي داروا في اتفاقيات اللي مع الدولة ديالنا اللي مع المغرب فما غن نحتاجوش شريقة حخر ولكنني احنا قصد تبقى غادي عندنا العملية ديال تلقيه وفي اطار التدابير الاستباقية اللي نهجاتها بلدنا منذ دور جائحة على التعليمات والتوجيهات ديال صاحب جلال نصر والله وعيده فهذا الاطار ديال التدابير الاستباقية تعطى الترخيص للسبوتنيك ولا ديال ديال كوريا الجنوبية استرازينيكا ديال كوريا الجنوبية باش الى حجنهم يمكن بلدنا تشوف باش تستورده عندنا احنا في المغرب كما في قاعد الدول كين واحد لجنة ديال اليقظة اللي هي لجنة وطنية وكين واحد المركز ديال اليقظة اللي تتشرف عليه البروفيسور السليماني وكذلك كينين مراكز جهوية ديال اليقظة ووزارة الصحة دارت بأنهم الناس بعد تلقي اللقاح يمكنني لعندهم اي اعراض وخاء ما تكونش عندها علاقة باللقاح ولكني يعلنوا عليها إما يصفتوا رسالة نصية إما يدخلوا الموقع ديال اليقظة وإما يمشيوا لعند الطبيب ديال المركز الصحي اللي يتبع لهم ولا يمشيوا لعند الطبيب المعالج ديالهم في القطاع الخاص ولا كذلك الصيدري هاتش يكونش مدير باش يكون واحد تتبع مدقق بالنسبة الأعراض الجانبية ديال اليقاح لا ديال سينوفارم ولا ديال أسترازينيكا لحقاش تتعرفوا بأنه فاش نديروا التجارب السريرية تنديروا التجارب السريرية على عدة آلاف ولكني ما تنوصلوش لعداد ديال ملايين وردب احنا في المغرب تلادي الملايين ديال الأشخاص تلقحوا بلقاح أسترازينيكا ومليون من هاد الناس خداوا الجرعة التانية ديال أسترازينيكا والأستاذ السليماني كان عندي معها لقاء مع أطباء أخرين في الإدعاء الوطنية وعلنات بأنه الأعراض اللي توصلوا بها في البنك ديال المعلومات هي أعراض جانبية خفيفة وما كانش تأعراض خطيرة كانت شي حالات قليلة ديال الناس اللي عندهم الحساسية من غير هاد شي هادا ما كانت تأعراض خطيرة الأعراض اللي الجانبية اللي تسجلات هي الأعراض اللي تنشوفها مثلا مع اللقاح اللي بحل اللقاح ديال الزوكام ديال الأقريب أشنو هي؟ هي الحمرار في البلاصة ديال اللقاح هي الألم في البلاصة ديال اللقاح هي العياء يحس الواحد بالعياء الكورباتير يحس بشوية ديال الحرارة هاد شي تيمشي من بعد ثمانية واربعين ساعة وكان بعض خطرات إنهم من الناس الشي ياخدوه البراسيتامول ما ما تيبقاش هاد المشكل إذن هاد هما الأعراض اللي تشجلوا وقلنا بأننا عندنا ثلاثة المليون ديال الأشخاص اللي تلقحوا وما كان شي أعراض خطيرة إحنا اللي خطرنا نعرفوه أنه فاش نقولوا شي عاجة خطرنا نتبتوه بأنها عندها العلاقة مع اللقاح أو اللي تتبتد شي هي هاد اللي جناد ديال اللي يقادة ولجناد ديال اللي يقادة فكانت صريحة في التعامل وكان من الأول الوزارات الصحة بارسكو هذه الصحة ديال المواطني فكانت واحد أولا تدقيق تانيا الشفافية مع التعامل مع كل ما يدور حول اللقاح والحمد لله إحنا البلد ديالنا فكل شي يحزدوا على هذا النجاح هذا ومنذ إعطاء الانطلاق ديال اللقاح نهار 28 يناير لصاحب الجل أول اللي تلقح نصره الله وعيده فهذا كان بعد واحد طمأنينة في المواطنات والمواطنين وكذلك القرار اللي اخدأ نصره الله وعيده ديال المجانية ديال اللقاح وحسنا نفتخره بالدولة ديالنا ببرسكو اللوجيستيك اللي توجدت بالنسبة لهذا اللقاح فكانت عالية وكانت تدخول ديال وزارات الداخلية وزارات الصحة الأمن الضرك القوات المساعدة القوات المسلحة وبالنسبة القطع الصحة بجميع المكونات دياله للقطع العام للقطع الخاص للقطع الجميعي للقطع العسكري وانتم ما تتعرفوا بأنه وزارة الصحة درت تلتلاف وسبعة وربعين مركز قر وكتر من عشر آلاف واحدة متنقلة وشتفوا في روبرتاجات إنهم الناس الكبار اللي يفوت خمسة وسبعين سنة فكان تتنقلوا عندهم حتى المنازل ديالهم ولا مثلا عند الروح حال في الخيام ديالهم باش يديروا تلقيح وتلقيح كان في جميع ربوع المملكة المغربية من طنجة للقويرة وهذا تعتبر يخلينا نعتزو بلدنا ولحقاش حنا أول بلد إفريقي من ناحية العداد ديال الملقى حين ومن الدول العشر عالميا من ناحية الأعداد ولحقاش فتنا 12% ديال العداد اللي يتلقي أبقاوش الناس شي احدا شي تيدي معاه السجادة دياله تيدي تغطى في الدار دياله وتيدي معاه في ندير الحداء دياله إذن بهات التدابير هادو كم مدرنا بالنسبة للمدراسة أنه مولدتنا تقرأوا ومكو الدول الأخرين راكي اللي يسدوا إذن بهات التدابير هادو قررنا باش تبقى المساجد والناس يصليوا نهار جميعا فكل شي على حساب الحالة الوبائية وما يمكن تشي واحد يعتك شي ترقبات ولا شي عاجة وإحنا ما زال بقيت نسنو شهر ان شاء الله على الرمضان اللي يدخلوا علينا بصحة والسلامة علينا وجميع المغاربة وعلى ملكنا بصحة والسلامة إذن كلنا نهار بنهارو نشوفو الناس اللي بغاو باش الأمور تكون تزيد نزيان وما تزيدش تزير فخصهم يلتزموا الحضار ويلتزموا الاحترام ديال التدابير مثلا في التلقيح الأول ومن بعد في التلقيح الثاني ما كانش قال الأعراض وكي اللي ما دارش أعراض جانبية في اللقاح الأول ومن بعد في اللقاح الثاني دار شوية ديال الحرارة وشوية ديال اللعية ولكن كما شرط له فهذا الأعراض تتمشين بعد 48-72 ساعة من بعد التلقيح ولكن تنعودوا نأكدوا أنه لحد الساعة في انتناظروا ما كانش أعراض خطيرة اللي عندها علاقة باللقاح تلقيح جعل حاجة اللي تديرها للناس اللي مراد ما تيفطر وراكنتوما الصحافيات والصحفيين شاركتو معنا وتنشكروكم باش نحيدو هادوك اللي فيك نيوز برسكو هدا هو المشكيل إلا بغينا شي حاجة ندرو عليها واش متبتة علميا إلا كانت متبتة علميا مرحبا وحنا كان عندنا واحد المثال اللي اللي جنة العلمية والتقنية ديال اللقاح اللي أنا أعوض فيها أنه في الأول رك سمعتي أسترازينيكا ما تدارش عند الناس اللي قللهم 65 سنة اللجنة الأوروبية ديال الصحة قالت غدين بقاو مكملين إذن عندنا المنطمة عندنا اللجنة عندنا أشواق عندنا مع اللجنة دياللي قضاء اللي متبعاء العراض الجانبية فليحد الساعة فاشن هدرو ما كين تشي حاجات تقول لنا بأننا أسترازينيكا تيدير هاد المشاكل قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية